مع مباشرة موفد الحدث إلى بيروت أحمد باقاتو أهلا ومرحبا بك أحمد ما الجديد إذن الذي رشح حتى هذه اللحظة تجاه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكانية في منطقة الكولة نعم تحدث الآن أسماء الأشخاص الذين قتلوا واستهدفتهم هذه الغارة الإسرائيلية في منطقة الكولة تحديدا في الدور الرابع في بناية شمس في منطقة الكولة هم محمد عبد العال القيادة في الحركة الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكذلك زوج ابنته عبد الرحمن عبد العال وأخيرا إماد عودة هو القتيل الثهدعني أتحدث لك عن صفاته الأول محمد عبد العال وكنية أبو غازي هو عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية الثاني هو عماد عودة وكنية أبو زياد وهو عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان والثالث هو عبد الرحمن عبد العال زوج ابنة محمد عبد العال إذن ثلاثة من منتسب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هم الذين تم استهدافهم في هذه الغارة وهذا يؤكد على مقالته إسرائيل أنها ستستهدف أي شخص يعني يمثل خطرا عليها وما أعلنه مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة بالطبع هذا الاستهداف ينقل الوضع إلى مكان آخر وإلى منح جديد هذا الاستهداف الأول خارج الضحية الجنوبية الكثيرون كانوا توقعون أن أي استهداف سيكون فقط في الضحية الجنوبية لكن الآن تغير الوضع بصورة تامة والاستهدافات أصبحت خارج الضحية الجنوبية وفي أي مكان ستكون هذه الاستهدافات الآن أيضا الاستهدافات كانت في مماكن أخرى غير العاصمة بيروت تطالت معبر الحدودي جديدة يابوس مع المعبر السوري الحدودي مع لبنان هذا الاستهداف أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين أيضا كان هناك عدد من الغارات على البقاع ما أسفر عن وقوع عشر من القتلى تحديدا في منطقة الهرمل الجيش الإسرائيلي قال أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة حتى تدميره وإضعاف قدراته وبنياته العسكرية وأكد أنه قصف عشرات المنصات لإطلاق الصواريخ ومباني تخزين أسلحة تابعة لحزب الله وأكد أنه قام بتدمير بنية عسكرية كبيرة لحزب الله في الغارات الماضية إذن نحن أمام استهدافات متواصلة لا يبدو أنها ستنتهي عما قريب يعني الاستهدافات ستكون مستمرة ولن تطال فقط المناطق التي كنا نعهدها لكنها ربما ستضال أماكن يتواجد فيها قادة حزب الله ومسؤول حزب الله الذين بالطبع سيلجأون إلى أماكن غير الضحية الجنوبية سيلجأون إلى أماكن ذات طابع سني كما حدث اليوم من وجود منتمين لجبهة شعبية تحريف فلسطين في منطقة الكولة ومنطقة سنية هذه الاستهدافات سيقع ضحيته أغلب سيكون الضحية فيها أغلبهم من المدنيين وليسوا من منتسب حزب الله أو الجبهات خلينا لو أشدنا أيضا مرة أخرى أحمد بما أنه التصعيد يأخذ هذا المنح التزايد إذا صح التعبير كيف يؤثر ذلك أصلا على حالة النزوح المكثفة والمراكزة يعني النزوح تحديدا في العاصمة بيروت كان من الضحية الجنوبية يعني نزح الألاف من الضحية الجنوبية تجاه أماكن أخرى أكثر أمانا لكن الآن عندما يسكن أحد الأشخاص أو التابعين لحزب الله ويقوم بتأجير شقة سكنية في أحد المباني ستم قصف المبنى كما حدث اليوم وسيقع العديد من الضحايا فلا أحد يعرف كيف سيكون الأمر هل سينزح كل الساكن بيروت أو المناطق المختلفة لا أحد يعرف ماذا سيحدث لكن بالطبع ستزداد أعداد النازحين ربما كثير من المواطنين سيقررون مغادرة العاصمة حفاظا على حياتهم وحياة ذويهم ستزداد أعداد النازحين بصورة كبيرة الحكومة اللبنانية تتحدث عن مليون نازح داخل لبنان فقط هذه الأعداد ستزيد كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر هذا فوق طاقة الحكومة اللبنانية التي أعنات ذلك أكثر من مرة وحتى وزير الخيجيب فرنسي عندما جاء جاء بمحملا بحوالي أحد عشر طن من المساعدات الطبية والإغاثية في محاولة لتقديم الدعم الأيام القادمة يجب أن تشهد تقديم إعانات قوية وكبيرة وكثيرة من جانب الدول الأخرى لمساعدة الحكومة اللبنانية في الأزمة المستمرة والتي ستعاني منها لأيام أو لآجة غير مسمى حتى الآن إذن من بيروت مفادل حدث أحمد باجاتو شكرا جزيلا لك